مرحبا برج السرطان أهلا بكم في قراءة منذ طفل شهر إلى نهايته هذه القراءة نصلح للطالع والشمسي وأيضا القمري وأي من الكواكب موجودين عندكم في برج السرطان أول شي رح نبتدي بقراءة تخص الأموال والأعمال ومن بعدها ننتقل للقراءة العاطفية بأسلوب المرايا خلنا نشوف المال والأعمال لبرج السرطان نزيل ثلاثة كرتات ثلاثة السيور نوع من الراث في نوع من الراث نوع من عدم إتمام الأمور في شي عندك من ناحية الأموال والأعمال مرح يتم وراها هني كرت الرجل الارت المعلق برج الحوز اللي قاعدة اتشوفوا برج السرطان انه اما راح يكون عندكم نوع من خسارة للوظيفة اوكي او عدم تثبيت في وظيفة معينة او تقدمون على وظيفة وما تحصلون تنتظرون وايد ما تحصلون منها على رد والهوقت الرد ما احس انها راح يكون موافقة راح يكون مثلا في احسن حالاتها انت مطلوب يا برج السرطان من اجل فترة تدريب ستة شهور بعد ستة شهور راح نقرر اذا نرغب في وظيفك نستطيع ان نوظفك ولا لا لانه هنا مورف بسبب قدراتك او شهادتك وانما الاماكن اللي تقدم عليهم في عندهم طاقة اكتفاء امتلاء اوكي يمكن حتى زيادة زيادة العدد عندهم زيادة في العدد فانت هناك انما تنوضع على قائمة الانتظار سواء قائمة انتظار من اجل موافقة مشروع قائمة انتظار عشان الوظيفة ممكن حتى قائمة انتظار في الطيارة العبوا في الطاقة وراها ثوان الخماسيات شوف برج السرطان راح يكون بوقت جدا ممتاز جدا جدا ممتاز ان انت في الفترة القادمة تبتدي تتوسع لانه هنا اشوفك تسحب تركيزك من الاماكن القريبة اللي انت تقدم عليها او تسعى اليها اذا انت مثلا تسعى ان انت تفتح محل تجاري في دولتك او في محافظتك فهني الطاقة قاعدة تشجعك ان انت تخرج تهاجر اوكي تذهب الى محافظة ثانية تتوجه الى حتى نوع من الشركات مختلف او تقدم على نوعية وظائف مختلفة اذا انت تقدم على محاسبة فهني مطلوب منك ان انت تقدم في مثلا المبيعات اوكي اهني اشوف عمل خلف الكواليس احتمال ان هني طبيعة العمل القادم في طريقك رح يكون اخص المونيتورينج المونيتورينج اللي هو التحكم عن بعد الادارة عن بعد زين الاستشارة عن بعد ممكن حتى ان انت تدير حسابات تدير حسابات ولكن مثلا ليش يقول لكم الطاقة هذه انت قدمت على شركات معينة ان تكون عندهم محاسب ما رح يصير او رح يتعسر رح يتأخر هذا الشي اللي رح يأتي في طريقك كبديل افضل حاليا ان انت تعمل في شركة محاسبة عامة شركة تدقيق عالمية هذه الوظائف رح تكون مفتوحة رح تكون مستقبلة اكثر لطاقتك برج السرطان اوكي هاي النوع من الوظائف لان هذين الاشخاص اللي هم يديرون حسابات او يدققون على حسابات كل الشركات اللي انت في السابق دققت عليها اوكي مثلا لو نتكلم عن موضوع ثاني موضوع ان انت تريد ان تستورد اقمشة محليا من الشركات المحلية الموجودة فهني اللي رح يصير ان ما رح تستطيع تحصل على تعاون سهل من هذين الاشخاص المحليين ولكن عالميا اذا تواصلت مع الشركة المورد الاساسي رح تشوف فيه تجاوب اسرع تجاوب افضل بعد فترة بسبب خبرتك مع هذين الاشخاص العالميين اللي يختصون باكثر من دولة اكثر من ريجن حتى هذين بسبب خبرتك معهم وعملك معهم لفترة طويلة بعدين تستطيع ان تحصل على عمل محلي اكثر اذا انت ترغب في هذا الشيء طاقتك قاعدة تشجعك للعالمية قاعدة تشجعك للشركات العالمية اللي لها فرع في اكثر من دولة وتبعدك عن الشركات الشوية المحلية الحكومية الخاصة هنا لانا اشوف فيه طاقة احزاب يمكن انت موجود في عمل وهذا العمل محلي او يختص بدولة معينة فهني فيه نوع من الاحزاب فريق ضد فريق اصدقاء هذا الفريق ضد اصدقاء هذاك المدير ولكن هاي النوع من الشركات العالمية رح تحتاج للخبرة معهم لان خبرتهم مجدية لانا ما فيها طاقة المناصب والواسطات والديكتاتورية وحزب معين الكل سواسية حتى يثبتون جدارتهم رح تستطيع ان تثبت جدارتك وطسق المواهبك اكثر في هذه الاماكن اخر كرت من اجل الحياة العملية ولكن شوف تحت الكرتات عندنا ثمانية الاكواب كرت الرحيل يمكن رح يكون منك رح يكون مطلوب منك ان انت تنتقل تنتقل تغير مكان عملك المفضل اليك يمكن انت حاليا تعمل مع زملاء تحبهم مع اشخاص تعرفهم زبائنك حتى معتادين فهني في نوع من الانتقال الابتعاد عنهم ملكة السيوف head over heart اوقات وايد في الحياة نضطر نختار القلب ام العقل في موقف مثل هذه المواقف رح اقول لك ليش مو بس لان انا منحازلة ملكة السيوف احنا ابتدينا بكرت السيوف اذا اعتمدنا والقلب اللي هو القلب اللي تأثر السيوف ما تأثرت اوكي اذا اخترنا بقلبنا يا برج السرطان اذا اخترنا في الفترة القادمة باحساسنا حتى اهني رح نعاني من مشاكل اهني رح ندفع ثمن احنا ابرياء ليش ندفع احنا ما سببنا هاي نوعية تشوف اهني في منتالتي عقلية معتقدات بيئة عمل مو من صالحك وانت ما خلقتها وانت ما تتفق معاها فليش تعيش فيها لانهني كأنه القلب اللي رح في الفترة القادمة في حياتك العملية قلبك اللي رح يتضرر ولكن عقلك جهودك اوكي ممارساتك ايه هي اللي راح تظهر اهني هذا الكرت ينبهك ان انت تختار القلب ام العقل يا برج السرطان اوكي ان اظل في مكاني المريح المألوف اللي اعرف فيه الناس اعرف فيه الزبائن اعرف فيه الموظفين وان كان ممكامل مممثالي نوت بيرفكت ولكن على الاقل مكان مألوف او تكون بايونير رائد في مجالك هذلين الاشخاص الشركة اللي تعمل فيها او الفرصة اللي تقبل عليها فيها اشخاص من جنسيات مختلفة جنسيات مختلفة وعندهم الجميع سواسية فيها كذا اجتماع لكذا جنسية كذا عرق حتى حتى العرق مختلف فتستطيع هني ان انت تثبت جدارتك بعيدة عن اني استخدم شكلي استخدم اسلوبي استخدم جمالي استخدم حتى لطافة الحليب ما حد يهمه كل هذه الاشياء هم هم جودة العمل رح تكون رائد يعني بعد فترة شوف ان اذا عملت مع هذه الشركات رح تكون رائد في مجالك رح تكون قائد رح تكون في المقدمة دائما انت في المقدمة ومتقدم عن هذلين الاشخاص اللي تضطر انه تخلفهم ورائك ولكن فيه ثمن الثمن هو التغيير يمكن التغيير لانت تحاول تتجنبه وراح اسحب الحين كرت اخير للنصيحة من الوريكل كارت سبيريشال تغيير لانت تغيير لانت تغيير لانت تغيير مع المقدمةお願いします سبيريشال تيتشار طرح عندنا هنا كرت سبيريشال تيتشار هنا يتكلم عن المعلم الروحي المنتور القائد الروحي واذا بتشوف من ناحية الرموز فيها رموز اكثر من دين اكثر من ديانة اكثر من معتقدات مجتمعة انا شكتلك هنا قبل ما يطلع هذا الكرت اجتماع ابحث عن المكان ابحث عن مظيفة ابحث عن التجارة حتى اللي رح تعطيك اكسس ودخول الى اكثر من شخص من اكثر من دولة في هذا الموضوع رح يكون مصلحتك اما اذا بقيت مثلا في دولة يغلبها او بقيت في شركة يغلبها طابع يغلبها جنسية معينة يغلبها دين معين حتى وان كان دينك ما فيها تنوع كثير ما رح تقدر تخرج افضل طاقاتك في الفترة القادمة هذا الرسالة لك التنوع ابحث عن الشركة اللي فيها الاشقر فيها المسيحي فيها المسلم فيها البوذي فيها الصيني فيها الكل والكل سواسية وكل واحد يكافأ على جهده مو على الجنسية اللي اتم منها هذه طاقتك العملية برج السرطان انا بالنسبة لي احب هاي النوع من الطاقات لان ما فيها محسوبية يؤخذ من البشر الرداء المريح اللي متعودين عليه الرداء المحسوبية انا اعرف المدير المدير يتكلم نفس لغتي اوكي ما في هذا الشي هلا نشوف او يدوس على نفسه ويسأل لا يظهر حبه بطريقة استفزاز بطريقة عتاب بطريقة ابدا مطابعية خلا نشوف برج السرطان ولكن يفتقدك حاليا هذا الشخص عشرة السيوف احس ان هذا الانتهاء انت انت برج السرطان انت اللي راح تنهي املك هذا هنا انقطاع الامل في شخص في الجهة المقابلة المقابلة قطعت او ستقطع الامل منه تشيله من قلبك من عقلك من مخيلتك وان كان سبب لك نوع من الجرح او خيبة الامل وان كنت لازل تتمنى ان الامور تمشي بينكم ولكن هنا احس برج السرطان قاعد بينه وبين نفسه ويقول حان الوقت لانضي قدما في علاقة هنا اخذت اكثر من وقتها اكثر من حجمها هذا كلامك مو كلامك خلا نشوف نهاية طلاق موت احد من المقربين سبعة السيوف مو من طبيعتك الانسحاب مو انسحاب هذا برج السرطان انت راح تهجر اوكي راح يكون فيه هجران لشخص ما قدرك هو الذات بطريقة انت ردك على اذيته من ناحية القلب انت تهجر تنسحد من حياته ما تعطيه فرسطانيا لننتكلم عن النهاية سبعة الخماسيات وثلاثة الاكواب راح تتعرض الموقف يا برج السرطان ان انت ترى هذا الشخص اللي كان دائما صعب معك يكون سهل ومرن وليل مع اشخاص طانين يضحك معك يضحك معهم ولكن لما يكون عنده طاقة عصبية او استفزاز يأتي بطاقة لك انت انت عارف ان هذه الدينوكية مو مريحة سبعة الخماسيات في السابق انتظرت كثيرا انت لكن تشوف العلاقة قائمة لحد الان بسبب تضحياتك برج السرطان مو بسبب مبادرات هذا الشخص تجاهك لو ما انت كنت موجود العلاقة ما بتكون ان وجدت اساسا مستند عليك على قوتك على صلابتك على ظهرك هذه العلاقة فالشيء الوحيد اللي ابي انا بهك له انه محتاج تعرف قيمتك اكثر في هذه العلاقة محتاج تفهم ماذا تضيف انت الى هذا الشخص احس هناك يعني قاعدة اشوف انه كأنما احنا في حفلة انتخابية برج السرطان هو الشخص اللي دائما كان يساند الشريك في حفلة الانتخابية امام الناس من ناحية البرستيج الاجتماعي انت موجود عشان اوكي تحرص ان المنزل يكون باحسن شكل الابناء يلبسون احسن ملابس اوكي تحرص ان الابناء في المدرسة يكونون متفوقين العلاقة ثقلها العمود الفقري هو انت يا برج السرطان ولكن هل اوشك صبرك على النفال لان اشوفك هنا حامل نفسك ورايح مكان ثاني هل انت مجرد تمثل الزعل تريد منه ان يتصرف يسوي ابغريد يتصرف بطريقة احسن تريد منه ان يعدل من اخلاق تجاهك حسي هنا يخص الاخلاق العصبية الاخلاق اوكي او انت فعلا مقرر ان هنا نهاية نهاية ان تأخذ نفسك لان تعرفون قصة بيج ايز رح اعطيكم مثال لها الطاقة عشان تفهمونها بيج ايز هو فنانة نتوقع كانت في كاليفورنيا في امريكا او في امريكا يعني كانت ترسم نوع رسماتها تسمى بيج ايز رسمة ترسم بالعادة اطفال او اشخاص وجوههم شوي كركتير لكن بصمتها تنعرف عن طريق ترسم عيون جدا مدورة كبيرة يسمونها بيج ايز هذا اسمها الفن ولكن لفترة طويلة طويلة جدا كان زوجها هو المشهور في كاليفورنيا كان يلتقي هو بالفنانين هو بالمشاهر لفترة طويلة كان زوجها يخفي جهودها وكان يظهر امام العلن على اساس انه هو اللي يرسم هذه الرسمات ابدا ما هتفكر ان هاي الانسان يوم من الايام رح تحمل نفسها وتمشي وتخبر العالم بحقيقة الوضع انه ترى انا اللي ارسم رسمات بيج ايز وهذه رسمات جدا مشهورة اوكي فجهودك جدا ضخمة ولكن في شخص هني ممكن يكون الشريك نفسه ممكن يكون احد من اهل الشريك احد من جانب الشريك وهو اللي قاعد امام الناس امام العلن امخلي كل جهودك اوكي مخفية ويأخذ الكردت لنفسه يأخذ الجهود اقول انا اللي سويت انا اللي قرست انا اللي ضحيت مثلا ام الشريك اخت الشريك ممكن انتو تعرفون وضعكم اوكي ولكن اهني ليش هذا الانسحاب وقللك ليش لان حتى هذه الفنانة اللي كانت ترسم يوم من الايام استيقظ زوجها وشافها ما عاتته فرصة يبرر ما عاتته فرصة لانهني هي تعرف حقيقة الوضع هذا الشخص ما يحبني او هذا الشخص ما يقدرني فما في اشخاص ما ينفع نعطيهم فرصة لانه اذا عطيناهم فرصة رح مجرد نعطيهم وقت يرتبون فيه امورهم واعذارهم ومبرراتهم امام الناس امام القانون عشان شدي احنا دائما نقول نتغدى فيهم قبل ما يتعشون فينا مهما كان هذا الشخص اللي مسبب لك هذا النوع من انه يسرق يسرق هذا السارق يسرق جهودك انت تزرع في النهار وبعدين تروح تنام في الليل في الليل هو يأتي الى بيتك يسرق جهودك خصوصا في العلن امام الناس مبين نفسا انه هو صاحب الجهود خلا نشوف حين جانب الشرك اكتمل العدد اول كرطة عندنا ملكة السيوف شركة لك برج السرطان هذا الاشخاص اذا واجهت اوكي رح تشوف منه رد جدا جميل رح تشوف منه طاقة جدا غير متعود عليها طاقة التعاون رح يظهر يظهر انه بالعكس رح يكون سريع في ان يعترف في اغلاطه في ان يعتذر منك ولكن حقيقة الوضع حقيقة الوضع رح يكون ان انت مجرد عطيت المزيد من الوقت عشان يرتب اموره القانونية اهني سيف القانونية ويرتب القصة اللي رح يخبر فيها المجتمع اوكي امام الناس ما رح فعلا يصلح غلطته ما رح فعلا يتعدل ممكن هذي تكون طاقة اخت اه لشريكك صديق لشريكك انت اللي تعرف طاقة من هذي ولكن شريكك احس ان ابتدى ينتبه ابتدى يصير عنده وعي لحقيقة الوضع من زين يمكن صعلك فترة طويلة برج السرطان تحاول جنبه شريكك ما كان يصدق على هذا الشخص ابدا ما يصدق عليه مهما قلت له فهني احتمال شخص تاني من برج هواي وهو اللي هالمرة ينطق خذ الحكمة من افواه المجاني هو اللي هذي المرة ينصفك في انصاف في حقك قادم في الفترة القادمة متعودين على ديناميكية ان مثلا نفرض اذا كانت بالاسامي دائما فلانة تأخذ جهود فلانة وتنسبها لنفسها هنا في شخص محايد رح يظهر في الدينماميكية ويقول لا امام الناس يحرج فلانة ويقول لا برج السرطان هو اللي اجتهد برج السرطان هو اللي درس برج السرطان هو اللي ضحه كرت العالم ملكة السيوف كرت العالم اربعة الاكواب اربعة الاكواب هي لحظة تشوف للامانة في الفترة القادمة او المستقبل القريب احس ان شريكك رح يكون عاجز ان انا قلت لك بصير عنده وعي نعم وعي يعني بينه وبين نفسه عارف من الصح من الغلط ولكن هذا مو معنى انه رح يأخذ موقف هذا عدم قدرته على اتخاذ موقف اوكي عدم قدرته انه يكون قوي من اجلك محتاج انت في الفترة القادمة رح تحتاجه انه يكون الى صفك ما رح يستطيع العالم العالم على الاقل الى جانبك الى جانبك الى اعتراف العلني بجهودك رح يطلع امام الناس رح يطلع تشوف مهما كان الشيء اللي انت صاير في العلاقة مع الشريك امام الناس في الفترة القادمة رح يكون في انصاف بحقك عندك شخص هني عاجز ضعيف نفسيا مو جسديا يمكن حتى كان عندكم مشكلة في الحمل مشكلة في اتمام الزواج بسبب ضعفة بسبب عدم قدرته على المواجهة فهني رح يكون في انصاف بحقك مو من جانب الشريك من جانب على الاقل المجتمع من جانب الاهل ان في اشخاص رح يلتقون فيك برج السرطان يقولون برج السرطان لم اخبرك بهذا من قبل ولكن انت سويت كل اللي عليك انت سويت واجبك وزيادة زيادة انت في مرحلة لزيادة هذا امام الناس احسيني دائما ابتدينا بمثال الحفلة الانتخابية وانتهينا بمثال امام الناس فاحتمال ان هذا الموقف او لحظة ادراك الاخرين لجهودك واعترافهم بجهودك رح تكون في الفترة القادمة امام الناس مو في الخفاء شي كان في الخفاء بس رح يظهر الى العلن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر